أعلن وزير الإسكان ياسر أبول أن مؤسسة الرعاية السكنية ماضية في تنفيذ مشروع غرب مدينة عبدالله المبارك والذي يحتوي على أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية الوزير أبول وخلال لقاء مفتوح في ديوان محافظة الفروانية شدد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات الفنية أمام المشاريع الإسكانية وتسريع إنجازها لتوفير السكن الملائم للمواطنين ضمن سلسلة لقاءة تنظمها محافظة الفروانية مع الوزراء والمعنين في قضايا الأمن والصحة والإسكان والمشاريع التنموية عقد محافظ الفروانية الشيخ فيصل مالك الصباح لقاء مفتوحا مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبول في ديوان المحافظة بحضور مسؤول الرعاية السكنية اللقاء الذي حضره مخاتير المناطق بالمحافظة تضمن مناقشة أسباب المشكلة الإسكانية في البلاد كما تعهد الوزير أبول بإيجاد حلول جذرية لمشكلة قسائم غرب مدينة عبدالله المبارك بالتنسيق مع الجهات المختصة لدينا منطقة وحدة هي غرب عبدالله المبارك هي اليوم اللي راح تكون تحت التنفيذ بمساحة 900 هكتار تقريبا ما يعادل 5200 وحدة سكنية هي راح تستقطب بحدود 50 ألف نسمة وأعلن الوزير أبول عن البدء في دراسة مشروع المطلع السكني والذي يضم 25 ألف وحدة سكنية للمساهمة في الحد من انعكاسة الأزمة الإسكانية في البلاد تدليل وتسهيل كل الصعوبات وحلول المشاكل الخاصة في أهالي المحافظة بشكل خاص وزملاء الأخوة المحافظين جميعا بارك الله فيهم على مستوى المحافظات الست بشكل عام من جهته دعا محافظ الفروانية إلى إيجاد حلول جدرية لمشكلة الإسكان في المحافظة بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين